نورة عمتش نبسطي بالفراولة صار بدي أدوقها بدنا أحمد يزورنا كمان ويجبلنا مع فراولة يعني فعلا خبر جميل أنه إحنا عم نتصدر فراولة لأنحاء العالم أكيد لفرنسا ولسه كمان عم توصل يعني متمنى أن يكون كتير في صناعات توصل يعني نقدر نحكي أنه هاي منتجات فلسطينية بتلف بالعالم يعني مبدئيا فراولة إيش جميل خلينا ننتقل لفقرة مختلفة ونحكي عن أنجح المبادرات هي بتنطلق عفوا من حاجة ورغبة القائمين عليها عند الحديث عن مبادرات ناجحة نتحدث عن متطوعين عن أفكار بناءة وماذا لو تحدثنا عن مجموعة أسست بجامعة بيرزيت تحت اسم منتدى جامعة بيرزيت للمناظرة من أجل خلق مساحة وطرح مواضيع اجتماعية سياسية ثقافية جريئة هم بحاجة لمناقشتها وبرهنة معلومات وحقائق من خلالها المنتدى بدأ بـ 2008 بمبادرة طلابية وبهذا العام انتهى من المناظرة الحدي عشر للحديث أكثر عن هذا الموضوع بسعدنا يكون معنا منصقة المنتدى طالبة لما مر وهي من الجامعة وكذلك عضو في اللجنة الطلابية زياد غنيم الله يصبحكم بالخير صبح الخير جميعا يعني استفدنا من يوم الأحد وجبناكم وأنتم عطلين كيف بداية نهاركم؟ تمام لما انتي هلا منصقة المنتدى في جامعة بيرزيت للمناظرة وانتي انضميتي للمنتدى وانتي بسنة تانية ايش الاشي المميز في المنتدى اللي توصلت فيه طول هاي السنوات؟ المنتدى فتح كثير فرص وهو يمكن لقيت هالفرصة الوحيدة اشي ثقافي برا نطاق الجامعة انه دراسة والفكرة المناظرة كمناظرة وهي ثقافة يعني كثير كبيرة يمكن احنا عم نخسرها بالجامعة وعم نخسرها بالمجتمع فلقيت حالي هناك وبدأت مع المنتدى بسنة اولى واشتغلت مع حملة هلا حابة اسأل زياد زياد انت بدأت كمتطوع والحاليا انت عفوا انت بدأت كمستمع للمناظرات وبعدين صرت متطوع حابين نسأل اكثر اشي عن التفكير قديش ممكن يأثر على اي شخص بسمع بالمحاضرات والمناظرات اللي بتكون موجودة وكيف طبقت هذا التفكير والابداع عليك؟ اوكي اهلا انا زي ما بلج زي ما حكيت انه مستمع بعدين متطوع بس الفكرة انه من الموضوع انه لما يكون زي ما حكيت لما انه الاشي خارج نطاق التعليم يعني خارج انه استاذ محاضرة انه لما تشوفي فيه ندوات تعقد من مبادرة طلابية انه مواضيع ثقافية من طلاب هم اللي بترحوها هم اللي بنظموا كل اشي لإلها فانه لما تروح هناك تحضريها حتى لما تصير قليل النقاش وتشوف الجمهور كيف بتفاعل مع الموضوع فهذا الاشي كتير بيكون حلو وخاصة انه زي ما حكينا انه بره نطاق التعليم انه استاذ وطالب فانه بيكون حتى الطلاب من جوا دافع انه جاي يحضر لهذا الاشي بالأخص لما يكونوا طلاب عاملينه فالواحد بيحس انه هاي القضية بتمسني يعني انا يعني شاب اتناول هاي القضية مع مجموعة من الشباب مثلي فما رح يكون فيها بعض المصطلحات الغريبة ولا اي شي غريبة احنا حاليا عم نشوف الفيديو كمان من اللي تم تصويره في المنتدى خلينا ما اسألك يعني بس يتخيل انه في مجموعة من متطوعين بتقوم بعمل تطوعي ممكن ما بتخيل يعني ما بيجي لب ذهننا انه ممكن يكون هذا العمل منظم له آليات وسياسيات معينة ايش السياسات المتبعة داخل منتدى المناظرة المنتدى احنا عم نشغل لجنة طلابية عم بتقرر من الف للياء عم نشغل على كل شيء من ابسط الاشياء انه قرر الموضوع من داية ناظر كل التفاصيل اللوجستية احنا عم نشغلها حتى لو انه متطوعين ما بمنع انه احنا عنا مهنية كافية انه نشغل على هذا الاشياء بالعكس بعطينا حافز اكتر انه انت ديك تشتغلي ديك تثبت حالك تطوري حالك بهذا النطاق عم بيكونوا زملائك هم الدقاطرة بالجامعة وبالذات دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية هم المتبنيين المشروع كمشروع فانتي بالعكس بتحس اهميتك اكبر وبطل الفرق انه متطوعة او موظفة او اي مسمة بصراحة طب خلينا اسمع ايش كمان كان اراء الطلاب في جامعة بيرزيت بموضوع بما يخص المنتده خلينا شوفه وراجعينا فرصة لكل طالب ما بيعرف في الامور هاي انه يطلع عن منهاجه اللي بدرسه كل يوم مثلا انا طالب بزنس وكثير منصوط اني قدرت احضر واستفيد من هيك مبادرة لانه موضوع المناظرة جدا مهم واحنا مغيبين عنه بس عنا صور نمطية عن الموضوع عنا صور ذهنية معناش تفسير لواحد مخنع معناش حجاج كافي لواحد يزا بيناقش حدا انه يوصله في كرة هاي المناظرة الحدي عشرة وهي ابتد منطقة المناظرة من 2008 وطبعا يطرح قضايا جدلية تتعلق بالواقع المعاشة فلسطينية وعربيا والقضايا المطروحة على الساحة اختيار من لهذا الموضوع اللي هو الدولة المدنية وشريعة الاسلامية نتيجة تداوله بكثرة بعد الثورات العربية المناظرة كانت رائعة والكل استفاد اكيد بيعرف الواحد يعني كيف بتتم المناظرة وهيك شغلات وتعرف على المنتدى والطرفين كانوا من احب منتدى جامعة تبيرزيتل المناظرة تأسس بال2008 على يد مجموعة طلابية بدعم من دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية بالجامعة طبعا هذا المنتدى هدفه هو إثراء الجو الديمقراطي في الجامعة وخلق نوع من التعددية اللي ممكن انه احنا ما بنشوفها كتير في المجتمع نشكر زميلنا نور أكيد وحبي نسأل زياد تحكي لنا عن مهامك بالتفصيل اللي في المؤتمر في المنتد دعفان أنا كنت آخر منتدى اللي هي آخر مناظرة كنت أنا المسؤول عن المتطوعين اللجنة الطلابية فكنا نجيب المتطوعين انه نرتبهم كيف عشان نضل النظام جوه القاعم يعني على البواب بين الممرات لما تصير عملية التصويت انه توزيع أوراق التصويت لمقة أوراق التصويت فانه يعني الحلو في الموضوع انه المتطوعين كانوا يعني مشكورين كلهم طبعا كانوا كتير جديين في الموضوع كتير تفاعلوا معنا وكمان يعني كانوا كلهم غير انه مهامهم يعني تعطيه مهمة تانية مستعجل انه كان يشغل فيها فكان الاشي كتير مرتب وكتير رائعين كانوا متطوعين في هاي المناثر يعني فعلا من خلال كمان الترتيب اللي بنشوفه في داخل القاعة زيادة كمان بتخيل انه فيه تفاصيل كتير مهمة يعني تفاصيل صغيرة انه الورقة كيف بدنا نحطها وين نحطها هاي الأشياء كمان حتى بس تتخرج او اذا بالجامعة جربتها بعيدا عن نطاق داخل المحاضرة بتفيدك للمستقبل يعني مهم التجربة تكون للطالب انه صح انه فيه كمان قبل ما نبلش في المتطوع انه كان فيه عندنا البرنامج انه كل واحد مهامه ايش مرتب وكل اشي ايش بده يعمل فانه حتى كمان في داخل القاعة لما كنا نوزع انه فيه كنا نقسم مثلا اول خمس كراسي لمين الممرهد مين ياخده مين ضلوا مسؤول عنه فانه كان الاشي يعني اشتغلنا عليه وكان الحمدلله بالاخر انه يعني اشي نظر حابيني اسأل كيف تم تقبل طلاب طلبة الجامعة مع الدكاترا والاساتيكي تقبل وجود منتدى للجامعة اه صراحة كان فيه تقبل كتير عالي وهذا بيبين اشتراك الطلاب وتقديم طلبات للطلاب الطلاب خلال السنة بنتح لهم فرستين انهم يقدموا للمنتدى كبداية انه يقدموا لجنة طلابية ويشتغلوا مع المنتدى بالاشياء اللجستية والجزء التاني وهو الفصل التاني احنا بيقدموا الطلاب انهم ياخدوا ورشات تدريب للمنتدى بالعادة احنا بوصلنا خمسين وستين وسبعين طلب واحنا بنصير نختار يعني هذا الدافعية الموجودة عند الطلاب وانهم يجوا وقدموا للمنتدى ويشاركوا فيه بتعكس لنا قديهم ترجمة حقيقية بالزبط قدي المنتدى قاعد بيعكس بالجامعة وقدي عم بتبنوا الطلاب وصراحة برضه من العدد الناس اللي عم تيجي تحضر انه احنا عم نضطر نسكر اللي بواب متأسفين عشان المساحة الطلاب عم بيكونوا قبل بربع ونصف ساعة مساكرين كمال ناصر حكيتي انه انتو بتختاروا الطلاب عفوا انتو بتختاروا الطلبات الواصلة هل يعني هذا انه فيه معايير معينة بتختاروا عليها الطلبات؟ اكيد للشأتين فيه معايير مختلفة بالنسبة للجنة الطلبية احنا الواحد حتى ما بيبدأ لجنة طلبية بيبدأ مساعد بيكون قبلها قدم طلب مكتوب بعدها من قبله حسرتها بوظيفية في منها هيش بايت تطوع بس يعني بس مهم بتخيل انه كمان الطلاب يمرؤوا بهاي التجربة خلال دراستهم بالجامعة طبعا رند عشان كانت موجودة معكم في المنتدى فهي كتير من حمسة تحكي عن الموضوع حسنة بس جاوبني عقس انتي كمان عارف مرأة بالتجربة أنا ممكن اكون جزء من المنتدى لما عشان كمان تكون المقابلة مسمرة كمان وملهمة لناس بيحضرونا كمان ويحبوا ينقلوا هاي التجربة عندهم لو حكينا بس نختار العنوان يعني في المناظرة الاخيرة كان العدوان هي لا تعارض بين الشريعة الإسلامية والمجتمع والدولة المدنية كيف نختار هذا العنوان هلها المناظرة الاخيرة هي كانت بتعاون معها الدراسات المرأة عندنا بالجامعة طيب وهم عندها منتدى دين وعلمانية وعطونا انه احنا بالدين والعلمانية بدنا موضوع مناظرة وحسنة معي الثورات الاخيرة والوضع الموجود واشي يجذب الطلاب؟ تلعت هي طالبة معنا بالمنتدى هي اللي تلعت بالمقولة وتم تصليح المقولة أو خليناها أكتر جذابة باللجنة الاستشارية اللي هي مجموعة من دكاترة الجامعة وبعدها طلعنا المقولة فكل مقولة بتطلع بالعادة حسن يعني إذا إحنا عم نشتغل مع مجموعة معينة بر الجامعة زي ما اشتغلنا مع لجنة الانتخابات المركزية وقتها بيكون الموضوع لا محدد الموضوع العام وإحنا عم ناخد المقولة في مرات لا اللجنة الطلابية بتحس إن هذا الموضوع هو هلا اللي رح ياخد الساحة اللي بيجذب الطلاب اللي عن جد إحنا بنسمع هذا النقاش عنه فبتفرق يعني لما عشان كمان دايما منخلي إحنا النقاشات بالإطار العام ولكن أنا بتجربتك أنت الشخصية أنت كمنصقة للمنتدى كمان أنت مرأتي في تجربة مختلفة إيش أنا حكست عليكي هاي التجربة كلمة يعني بس تخرجي من الجامعة كمان هذا عشان يلهم الناس نحب يحضرونا صراحة يعني أهم إشي بالنسبة إلي اللي هي فكرة الرأي والرأي الآخر اللي مرات بحثها مش موجودة وإحنا بناخدها بصير الإشياء شخصية ومناخد إنه لا رأي صح فمع المنتدى إحنا يعني عم تتعلمي رأي ورأي تاني عم تتعلمي طريقة البحث عم تتعلمي البحث وبالنسبة إلي إشياء إنه التنصيق قد تنصيب كتير زاد لخبرتي ومن أحسن تجارب اللي إنه عملتها بالجامعة وإحسن الأشياء بنصح أي حدا ما مدى تأثير الموضيع اللي بتم طرحه في المناظرات على حياتك الشخصية إنت قطالب ممكن تكون بكرة عضو فعال في المشتاع هلأ برضو كل مناظرة بتطلع فيها معلومات جديدة زي ما حكيت رأي رأي آخر إنه ما الواحد يكون خلاص ما ياخد الرأي يعني جامد يكون في رأيه هلأ لما تنترح المناظرة أو العنوان ممكن إنه من أول ما تسمع بالعنوان تحكي لأ أنا بجوز مع الطرف واحد إنه هذا رأي مع هذا الموضوع إن الواحد بحد اتجاههم مجرد ما تسمع العنوان بس لما تدخلي على المناظرة وتسمع النقاش وتسمع الأراء فإنه بجوز أنت يكون عندك معلومات صغيرة عن هذا الموضوع فبعدها لما يكبر الموضوع عندك وتعرف هاي الأراء ومين فبجوز تغير فكرتك أو تقتنعي بالأراء الثانية فهذا إلو تأثير كبير في شخصيتي أو في شخصية مين أي حدا بحضر المناظرة كمان إنه يعني طريق التفاعل اللجان والفريق الأول والفريق التاني والأعضاء التحكيب فإنه كل هذا بأثر عليك كيف معلوماتك تغتنبنى من بعد هاي المناظرة يعني بتخيل نورا إحنا كمان كتير مشجع الوضع بالضبط وكمجتمع إحنا بحاجة كمان يصير في عنا نسمع يعني نقرر نبني أراءنا بناء على معلومات حقيقية كمان بمجالات مختلفة اجتماعية ثقافية وسياسية يهي مش مجرد بناء أنا بتوقع كمان إنه كتير علاقة بالشخصية بالثقافة بالواعي بكيف الواحد يكون يقدر يحكي بالطرق المقنعة مثلا نحكي في المناظرة بتحتاج أكيد للإقناع طرق الجدال الصحيحة يعني أعتقد إنه كتير في إلها تأثير على شخصية الشخص نفسه وقده شي مهم لإنه وهم أكبر دليل شخصياتهم رائعة ورح يكونوا بتمنى يعني وأكيد رح تكونوا شخصيات مؤثرة في المجتمع بالمستقبل منتد جامعة بيرزيت للمناظرة هو بجامعة بيرزيت ولكن نتمنى كمان يكون في مختلف الجامعات والمدارس نتمنى لكم التوفيق وبنروح فاصل ومستكمل فقراتنا